الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن غلاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيط طيب المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي أهلا وسهلا بك فضل الشيخ أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين واخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا اللقاء لقاعا مباركا إنه خير مسؤول استمعينا في كل مكان لازال حديث الشيخ نزال الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسن يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة الفرص شيخ أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليو الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ما بعد فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا نتأمل ونتدبر ونتفهم هذه الأسماء الحسنى وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية والغرض من ذلك الوقوف على ما جاءت به النصوص الشرعية من التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى وإحصاؤها ومعرفة ما تختضيه هذه الأسماء وهذه الصفات والسير بذلك على هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وربنا جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهذه الآية اجتملت على مجموعة من المساء الأولها قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فالله تعالى أثبت لنفسه أسماء حسنى جاء ذكرها في القرآن وفي صحيح السنة وسبق وأنني ذكرت بأن هذه ليست هي الأسماء الله جل وعلا الحسنى التي له وإنما أنزل تسعة وتسعين أسمى وأما أسماؤه فلا حصر لها وبينا كيف أن الله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة على هذه الأسماء فيحمده بها وكذلك دعاء العبد اللهم أن يسألك بكل اسم منه ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذه يدلنا على أن أسماء الله تعالى لا حصر لها المسألة الثانية دعاء الله جل وعلا بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالإنسان يدعو ربه جل وعلا بأسمائه الحسنى فمثلا يقول يا تواب تب علي يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي يا ستي رستر علي مثلا يا غني أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك مثلا يا جواد جد علي وهكذا فادعوه به ولذلك الإنسان يدعو ربه بأسمائه فكما أنه يجوز أن ينادي ربه يقول يا الله أو اللهم أو يا رب كذلك من أنسب الله من أفضل الأدعية أن يناسب دعاء العبد باختياره اسم من أسماء الله جل وعلا هذا من أفضل الأدعية المسألة الثالثة أن الله جل وعلا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه وهنا أمر من الله جل وعلا بترك الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى وبترك أهل الإلحاد الذين يلحدون في أسماء الله تعالى والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها هذا هو الإلحاد في أسماء وذروا الذين يلحدون في أسماء الميل بها عما يجب فيها والإلحاد في أسماء لا أنواع منها إنكار شيء منها أو مما دلت عليه إنكار شيء من الأسماء الحسنة أو مما دلت عليه من الصفات مثلا أو الأحكام ولذلك الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنة أن يؤمن الإنسان بما ورد في القرآن من أسماء الله وبما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته ويؤمن بما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله أو من الأحكام المترتبة على هذا الاسم أو تلك الصفة فمن أنكر شيئا من الأسماء الحسنة أو أنكر شيئا مما دلت عليه فإنه ألحد فيها لماذا؟ لأنه مال بها عما يجب فيها كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى والتي نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الإلحاد فيها وترك من يلحد فيها أن يجعلها الإنسان دال على صفات تشابه صفات المخلوقين وهذا لا شك بأنه إلحاد عظيم بأسماء الله تعالى والصفات لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير قال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ قال جل وعلا قل أنتم أعلم أم الله؟ قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولذلك من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى هي تشبيه هذه الأسماء وهذه الصفات بالمخلوقين كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يشتق من أسماء الله الحسنى أسماء للأصنام مثلا وللمعبودات من دون الله مثل ما كان المشركون يفعلون حينما اشتقوا مثلا اسم اللات من الإله اللات من الإله هذا ألاحد القولين وكذلك العزة من العزيز والمنات من المنان والله أعلم فهذا لا شك بأنه إلحاد في أسماء الله تعالى لماذا؟ لأنه اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل جل وعلا له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض قل جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كذلك من الإلحاد في أسماء الله تعالى أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه يخترعون لله أسماء ما سمى الله جل وعلا بها نفسه ولذلك هذا نوع من أنوال الحد فهذه الآية العظيمة اجتملت على هذه المسائل الهامة كذلك وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون والمعنى بأن الله تعالى سيعاقب هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله تعالى عقوبة عظيمة لماذا؟ لكونهم ألحدوا في هذه الأسماء أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه في سنة نبيه وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام إنه خير مسؤول الله أعلم صلى الله وسلم وبرك على عبده ونبيه محمد بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات ونفض شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول دفعت زكاتي في شهر ديسمبر وأريد أن أتحول لدفع الزكاة في شهر رمضان السؤال يقول هل أستطيع حساب زكاتي من ديسمبر إلى رمضان أول إبريل أي ثلاثة أشهر لأنتظم بدفعها في كل رمضان الحمد لله الجواب نعم يجوز لك أن تنتقل إلى حول رمضان بشرط أن تحسب الفرق بين هذه الأشهر الثلاثة لا بد أن تعرف تحسب الفرق فإذا قصت أنك تتقدم مثلا بثلاثة أشهر فيجوز هذا جائز إذا قصت بأنك تتأخر عن رمضان بثلاثة أشهر فهذا يلزمك أن تحسب الفرق في هذه الأشهر لتخرج الزكاة فيها سأكل أخير فانو الشيخ معنا هذه المكالمات أم محمد فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل محمد الله يبارك فيك ويزيد فضلك وفضلك الشيخ دكتور عزيز لو سمحتنا أريد فتوى لا يجوز الزوق الزوق لا تصلي أنه لا يعشرها يعني يطلقها فورا بعد ما يكوننا صحة يعني ولا وما استجابت للنصيحة فهل هل الفتوى دي صحيحة أم يصبر عليها يعني أنا أول مرة أعرف فتوى زي دي واستغربت إن هي العالم كبير يعني من السعودية سؤال آخر محمد كانت تقول إن هي صحيحة إن شاء الله سؤال آخر معنا بفيصل فضل السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الله فيصل رحب العافية الله يخفر انت والشيخ والاخوان وياكم جزاكم الله خير والله أنا كان لدي حزمة تاقط فياكم تعمان الله يخفر متخالي توفد الله رحمه بس كن نصيحة ما عند الشيخ جزاكم الله خير وانت والشيخ والاخوان وسلم على الشيخ إن شاء الله شاء الله نحن نسوي بعض ودفلناها ودفلناها في عمان إن شاء الله وعدت تمت خمس يامنا وعدت اليوم وجزاكم الله خير كل خير فيصل الله سلام عليكم وعي إذا قلق الله يسلم نعم نجفة الشيخ سؤال محمد تقول إذا كانت الزوجة لا تصلي فتقول سمعت أن الزوج يطلقها مباشرة ولا يصبر عليها الحمد لله أنا ما أدري والله بالنسبة لهذه الفتوى التي سمعتها الأخت محمد بارك الله فيها ورضيها عنها ما أدري والله أنا أول مرة أسمعها هذا لكن عموما مسألة يعني مسألة ترك الصلاة هذه مبحوثة في القديم والحديث يعني كتب المذاهب الأربعة مليئة بذكر هذه المسألة وكتب الفتاوى أيضا مليئة بمثل هذه المسألة ولذلك عندنا قولان لأهل العلم في مسألة تارك الصلاة أولا نعقد الإجماع نعقد الإجماع على أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر إذا لم يكن هناك مانع فأي إنسان يجحد وجوب الزكاة عفوا وجوب الصلاة يقول الزكاة عفوا الصلاة ليست بواجبة وليست بفرض هذا مكذب للقرآن ومكذب للنبي عليه الصلاة والسلام مدام أنه يعني ما يوجد مانع هذا ما خالف في هذا أحد أبدا من أهل العلم في القديم والحديث يبقى قضية ترك الصلاة تساهلا وتهاون فعندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن من ترك الصلاة على سبيل التهاون والتساهل والتكاسل هذا لا يكفر الكفر الناقل وإنما واقع في أعظم الذنوب ولذلك يصححون عقد الزواج يبيحون أكل ذبيحته مثلا في مذهب فقهي من المذهب الفقهية التي هي من مفردات هذا المذهب وهذا قال به جمع من السلف على أن من ترك الصلاة حتى ولو كان على سبيل التهاون والتكاسل فأنه يكفر الكفر الناقل يكفر الكفر الناقل ويرتبون على ذلك ما ذكرته الأخت أم أحمد من قضية عقد النكاح وحل الذبيح وكذا هذا طبعا بسط للمسألة حتى لا يستغرب إنسان لما يسمع فتوى مثلا من عالم أو من كذا عمليا عمليا الآن في المحاكم حتى في البلاد اللي تتبنى المذهب اللي يقول كالصلاة الكفر الناقل ما يبطلون العقد النكاح مثلا أو كذا ما يبطلون وإنما العلماء ينصحون الزوج بأن ينصح زوجته ويصبر عليها حتى تصلي وينصحون الزوجة إذا كان زوجها ما يصلي تصبر عليه وتدعو إلى الصلاة هذا المذهب اللي يتبنى هذا الشيء لماذا لأن المسألة فيها خلاف يعني ليس فيها إجماع وفي ملحب دقيق عند أهل العلم مراعاة الخلاف بمعنى أن حتى لو كانوا يحكمون به لكن لوجود الخلاف أحيانا ما يلجؤون إلى أبطال العقد مثلا أو إلى كذا فقط من باب يعني توضيح المسألة للأخت المحمد وأيضا لمن يستمع إلينا ساكل الله خير فالشيخ معنا بالوليد فضل السلام عليكم شكرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعك الله بالوليد فضل الله يحطل بس عندي استفسار إذا مثلا الواحد خاله يجي مبلغ بسيط تقاعد وعنده مثلا ابنه يشتغل يساعد بمبلغ بسيط لكن هو وصل له مثلا فترة ثنتين ثلاث يبحث عن شغل مشلاقي شغل ويريد يسافر يبحث عن الشغل فالهذا يجوز فيه الزكاة أو لا هذا بالفعل إن شاء الله سؤال كمان إذا الزكاة هل ممكن الواحد بيدفع مقدم من هون لأخذ السنة زكاة ولا لازم بس اللي راح حال عليه الحول اللي في أقوال ولا قول واحد شكرا إن شاء الله زاكر الله خير بالوليد الله يحفظك نعم نجيف الشيخ سؤال بفيصل بالنسبة لا يقول وفاة تحد قاربة فيقول ما النصيحة بعد وفاة هذا القريب الحمد لله أولا نحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لفقيدكم أو فقيدتكم وصلى الله جل وعلي جال في جنات النعيم الأمر الثاني بالنسبة للموت حق على الجميع فالله جل وعلي يقول كل نفس ذائقة الموت يقول جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول جل وعلا لكل أجل كتاب والموت إذا جاء لا يتأخر ولا يتقدم قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولذلك الحقيقة التي لا محيد عنها ولا يجوز للإنسان أن يغفل عنها هي الموت والموت ليس للإنسان فيه اختيار يعني ما يأتي مالك الموت ويخير الإنسان يقول لا تريد تموت ولا لا ما فيه الموت حق على الجميع أو جبه الله عز وجل ولذلك الله عز وجل هو الحي القيوم الذي لا يموت فالله أول بالابتداء آخر بالانتهاء لكن كل الخلق يموتون إلا الله جل وعلا الخالق الرب العظيم يأتي يوم القيامة فيقول أنا الملك أنا الملك ولذلك يكتب الله عز وجل الموت على كل أحد والفناء على كل أحد ثم تأتي الدار الأبدية السرمدية الدار الآخر الأمر الثالث أخي الفاضل بالنسبة للإنسان إذا فقد قريبا أو حبيبا أو عزيزا عليه فإنه احتسب الأجر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على قبر فقال لها اصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصاب ومن شدة الحزن عليه ما عرفت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها إن هذا الذي كلمك هو الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه معتذرة ولم تجد عنده بوابين قالت لم أعرفك يا رسول الله قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ذلك الإنسان يصبر ويحتسب الأجر الأمر الآخر إن الإنسان يأخذ عبرة من الموت فهو يرى الآن من حوله يوموتون إذن هو يستعد للقاء الله عز وجل قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر وورد عنه أنه كان يقول صلوا صلاة مودع فالإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يعتبر شوف الآن قوافل الموتى تسير إلى الدار الآخرة كما أنه حمل غيره سيحمله غيره كل بن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول الأمر الأمر الآخر يعني لا ينبغي للإنسان أن يقضي وقته بالحزن على هذا الميت والبكاء فإن البكاء على نوعين بكاء مشروع وبكاء ممنوع أما البكاء المشروع البكاء العادي الذي ليس فيه شيء من التصخط أو الضجر أو التأفف مثلا أو الكلام الذي يدل على الاعتراض على قدر الله النبي عليه الصلاة سنبك على ابنه إبراهيم قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون وإنما يهتم بالإنسان بالذي ينفع الميت طيب ما الذي ينفع الميت أشياء منها أولا الدعاء له هذا من أهم ما ينفع الميت كثرة الدعاء له ثانيا الاستغفار له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثالثا انفاذ عهده يعني وصية الميت فإذا كتب وصية يجب على أولياء الميت أن ينفذ الوصية رابعا الصدق عنه يتصدق عنه على قدر استطاعته خامسا صلة الرحم التي لا توصل إلا به إذا كان من أولاده أو إخوانه سابعا إكرام صديقي هذا الذي أوصان أبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون الله خير فضو الشيخ معنا أبو عمر تفضل السلام عليكم وليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله وبركاته أبو عمره وبركاته أبو عمره وبركاته أبو عمره وبركاته لدي سؤال لو سمحت الموظف في العمل إذا أذن الظهر أو العصر هل يذهب إلى المسجد حوالي خمسين متر بعيد عن العمل أم يصلي في العمل وهل سواب الصلاة في المسجد تعادل سواب الصلاة في مصلى العمل أو جماعة مع زمين تاني ضمن غرفة العمل وليس في المصلى هل هناك خلاف في السواب وهل الحكم يتغير إذا كان وقت الصلاة في وقت راحة العامل أو في وقت عمله إن شاء الله سؤال تاني لو سمحت كيف ممكن أستخيل إذا أستخيل على حاجة لابني فكيف يكون صيغة دعاء الاستخارة إن شاء الله زاك الله خير مع مرة الله يحفظ ما شاء الله الرد نعم جي فرص الشيخ صلى أبو الوليد يقول أن خاله متقاعد وعنده مبلغ بسيط وابنه أيضا يعمل وأيضا يساعده بمبلغ بسيط في وليد فرص الشيخ أن يسافر يبحث عن عمل فيقول هل يجوز أن أدفع له من زكاة المال ويقول هل يجوز أيضا أن أدفع زكاة مالي مقدما لسنة الحمد لله الجواب على هذا السؤال في النقاط التالي أولا يجوز لي الإنسان أن يقدم زكاة ماله إذا كان ثم حاجة أو ضرورة تقتضي مثلا دفع الزكاة وتقديم الزكاة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس قدمها لسنتين الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الزكاة من يستحقها ثمانية أصناف ورد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فأولئك الثماني هم الذين يستحقون الزكاة فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته والغارم الذي وقع في دين ولا يستطيع السداد ويكون هذا الدين بحق يكون هذا الدين بحق المسألة الأخرى أن الخال والعم والأخ والأخت هؤلاء إذا كانوا ممن انطبقت عليهم هذه الصفات كونهم فقراء أو مساكين أو غارمين فإن يجوز إعطاؤهم من الزكاة يجوز إعطاؤهم من الزكاة فبالنسبة لخالكة هل تعتقد بأنه الآن في حالة فقر يعني معدن ما عنده شيء إذا قلت لي لا طيب السؤال هل هو مسكين يعني عنده بعض الكفاية ما عنده قدرة على أنه يسافر ما عنده قدرة على أنه يعني مثلا الكفاية الدخل إذا قلت لي نعم ما عنده قدرة نعم يستعق الزكاة أما إذا كان عنده دخل مادي وهذا الدخل فيه كفاية وفيه من خلال يستطيع شراء التذاكر والسفر وكذا فلا يجوز إعطاءه من الزكاة لا يحل إعطاءه من الزكاة والزكاة لا يجوز الإنسان أن يحابي فيها قريب أو حبيب أو صديق أو ذا رحم لا وإنما يتق الله فيها فلذلك ما عندنا شيء اسمه الزكاة للخال أو للأخ أو للأجنبي عندنا أوصاف متى ما وجد الوصف حلت له الزكاة فقير مسكين غارم ابن سبيل هو المسافر الذي انقطعت بالنفق ولم يستطع وليس عنده قدرة على يعني كسب المال بارك الله في الجميع سأكل الله خير فرص شيخ أبو عمر يسأل يقول فرص شيخ بنسبة للموظف هل يذهب للمسجد إذا كان يقول المسجد يبعد عن مكان العمل بخمسين متر أم يصلي في مكان العمل وهل أجر نفس الأجر ويقول ما الفرق إذا صلى في مصلى العمل أو صلى في مكتبه مع أحد الموظفين الحمد لله طبعا المساجد إنما بنيت لصلاة الجماعة للرجال وذلك لقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بنى المسجد صلى به ودع الناس إلى الصلاة به وأمرهم أمر الذكور البالغين بالصلاة في المسجد ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع عني دا فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن التخلف عن صلاة الجماعة قصدا وعمدا وعمدا علامة من علامات السوء والعياذ بالله وجاءت أحاديث من أوجه متعددة تشير إلى هذا المعنى فالأصل أخ الفاضل أنك تذهب إلى المسجد الذي يبعد عنك خمسين مترا لأنه لأنك من خلاله تستطيع أن تستمع إلى الأذان مجردا فإذا أذن المؤذن أذانا مجردا من غير الميكروفون فإنك ستسمع بهذه المسافة المسألة الثانية بالنسبة للشخص الموظف إذا كان هناك مثلا نظام في العمل يمنع خروج الموظف وقد وضعوا مصلا فهنا أنت معذور في الذهاب إلى المسجد وتصلي في مصلى العمل إن وجد وإن لم يوجد وأنت منعت من الخروج فتحرص على صلاة الجماعة في مكتبك مثلا أو في صالة أو في مكان الاجتماع تصلي صلاة الجماعة حتى تنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلها محسن حياة كلها لسه ما تعايز أسأل ليه حد من قريبي دخله يكفي لحياته المعيشية واحتياجاته المعيشية لكن عليه دين كبير ما يقدرش يسدده من الدخل بتاعه فهل يجوز أن أنا أدينه من الزكاة؟ نعم زك الله خير أخم حسن تسمع إن شاء الله الرد نعم فض الشيخ سؤال بعمر بالنسبة للي يقول الصلاة في مكان العمل فيقول فض الشيخ هل يجوز أن يصلي أو ما حكم الصلاة في وقت العمل أو أنه يجب أن ينتظر وقت الراحة من العمل الحمد لله يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني فرضا موقوتا يعني مؤقت له ابتداء وله انتهاء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها ولذلك الإنسان إذا أذن المؤذن يجب عليه أن يهتم وأن يشتغل بالاستعداد للصلاة ذلك أن الوقت إذا دخل اشتغلت ذمة المكلف بالصلاة وكونه يأتي بها في أول الوقت أفضل من تأخيرها وقول الأخ السائل حتى يرتاح الراحة في الصلاة وأنا أعرف قصده بأنه يعني حتى ينتهي من العمل ويرجع إلى البيت ليرتاح أو يترك العمل مثلا الذي بيده ليصلي أو يؤخر الصلاة حتى ينتهي من العمل الذي بيده الأصل أخ الفاضل بأنك تبادر إلى الصلاة ما دام أنه ليس هناك ما يمنع من تأخير الصلاة مثلا إلى آخر وقتها أو إلى أوسط وقتها فتبادر إلى الصلاة في أول وقت ساك الله خير الشيخ معنا ابو بدر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياتك الله وبركاته تفضل الله خيري شيخ كيف الحال أرحب ومسألة خياتك الله شيخنا طال أمرك سآل يقول أمرك عندي لهل في كان يعرفون حرمة مريضة تعبان كانت وفي نياتهم في النية يعني نيامعلها مبلغ من العيان من لهل ويحطونها كان يكونها مريضة يعني فقبل ما يتوفر المبلغ هذا توفت الله يرحمها الحرمة حين السؤال هل نحطي عيالها عندها عيال موجودة ولا نصدق بالمبلغ عنها فالحرمة توفت الله يرحمها فهذا السؤال إزاك الله خير واضح إن شاء الله إزاك الله خير وبدرت أسمع إن شاء الله خات نعم جفض الشيخ سؤال أبو عمر يقول كيف أستخير لأبني الحمد لله بالنسبة للإستخارة لا ينوب أحد عن آخر فكل إنسان يستخير لنفسه وإذا أردت نفع ابنك فعليك بالدعاء له قل اللهم يسر أمره اللهم سهل دربه اللهم إن كان في هذا الأمر خير له اللهم وفقه يا رب هذه الأدعية أما الاستخارة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر أن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا ويذكر الأمر خير لي في ديني ودنيايا وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرع لي في ديني وفي دنيايا في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واكتبني الخير حيث كان ثم رضني به هذا يقول الإنسان الذي هو يقصد عمل معين أو لديه أمر معين فما ينوب أحد عن أحد لا والد ولا أم لا أم ولا أب ولا أخ ما ينوب الإنسان يستخير لنفسه أما الدعاء فنعم شكرا خير فنصيخ وأحسن الله إليكم الأخي محسن يقول أحد أقاربي دخله لا يكفيه لكن يقول عليه دين كبير لا يستطيع سداد هذا الدين فيقول هل يجوزا نعطيه من زكاة مالية الحمد لله بالنسبة للمديون الغارم الذي عليه دين بحق وليس بباطل وعجز عن السداد فيعطى من الزكاة وذلك لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين جمع غارم وهو المديون بحق وما استطاع السداد يعني عجز عن السداد هذا يعطى من الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى المديونين من الزكاة فإذا جاء شخص غارم وشهد له شهود على أنه غارم وعاجز عن السداد ليس عنده قدرة لأنه ليس كل غارم يستحق الزكاة ليس كل غارم يستحق الزكاة وإنما الغارم العاجز عن سداد الدين يعطى من الزكاة شكراً لكم شكراً لكم سبحان الله إليكم نذكروا مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات وبدأ رفض الشيخ يقول هل كانوا يعرفون أمرأة وهذه المرأة مريضة فيقول مريضة فقيرة فيقول جمعنا لها مبلغ قبل أن يقول نعطيها لهذا المبلغ توفيت هذه المرأة فيقول ماذا نفعل بهذا المبلغ هل نعطيه المبلغ لأبنائها أو نتصدق به الحمد لله هذا المبلغ إنما جمع لهذه المرأة الخاص ولذلك تعودون على من تبرع بسؤالهم هل تريدون أن نرجع لكم المبلغ فإذا قالوا نعم ترجعونه وتقترحون عليهم أيضا بصرف هذا المبلغ لأولاد هذه المرأة لأن هذا المرأة ما قبضت المبلغ لو قبضته أصبحت ترك لأولاده أما وقد ماتت قبل قبضه فيرجع إلى من تبرع بسؤاله تريده ولا نعطيه أولادها فإذا قال أعطوه أولاده وهذا الذي يظهر على المسلمين ولله الحمد الرغبة في الخير فيصرف على أولادها ساكرة خير يا شيخ وأحسن الله إليكم ننتقل رسالة نصية القصيرة يسأل عبر رقم 6688 يقول عندما نذهب إلى برمع الأصدقاء ولا هل يقول يطلبون مني أن أذن لهم بصوت مرتفع يقول أن صوته يعني عذب ويقول أخشام من الرياء والغرور يريد يريد شيخ نصيحة الحمد لله السؤال للأخ السائل أتدري من الرياء الرياء أن تنوي بالعبادة الناس وتقصد النهس ولا تقصد رب النهس هذا الرياء فأنت إذا قم تؤذن أذانا شرعيا تطلب به الأجر من الله من أين يأتيك الرياء يعني في الغالب أن الرياء يأتي في غير الأذان يعني يأتي في الصدقة مثلا أحيانا يأتي في إطالة الصلاة ممكن يقصد الإنسان بها لكن الأذان فدع عنك وسوسة الشيطان ودع عنك مثل هذه الأمور التي هي توهنك وتضعفك عن القيام بالعباد وعلم بأن من أذن أذانا ورفع صوته فإنه يشهد له كل من وصله صوت الأذان من حجر وشجر وجن وإنس هؤلاء كل من يشهدون لك يوم القيام فحرص على الأذان بارك الله فيك ودعك عنك الوساوس سأكل خير فانسيخ معنا أبو ياسر تفضل السلام عليكم الشيح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكرا أبو ياسر تفضل الله يحبكم في الله الله يحبك الله يزاك الله خير بياسر سيد أنا سؤالي سيدها في الصلاة الصبح إن الإمام تبع الجامع يصلي صلاة طويلة جدا صلاة طويلة جدا الحين صار في بعض الناس اللي هم موظفين غالبا المنطقة هذه موظفين صاروا يصلون لحالهم يعني الراحب يصلي ويروح يعني بربط هدكم بدواما يعني قبل اللي قام يصلون لحالهم يصلون لحالهم يروحوا فهذه شوح بمصالة هذه إن شاء الله واضح إن شاء الله إذا كالله خير بياسر تسمع إن شاء الله الرد حياك الله الشيخ سؤال بياسر يقول في صلاة الصبح الإمام يطيل طالة طويلة في الصلاة فيقول البعض يقول مما يأتي لهذا المسجد من الموظفين فيقول أنه يصلون قبل الإقامة ثم يعني يذهبون قبل إقامة الصلاة الحمد لله طبعا الجواب على هذا السؤال يتجه إلى جهتين الإمام وإلى هؤلاء الإخوة الذين يصلون قبل الإقامة أما الإمام فيجب عليه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ولا يجوز له الإطالة التي تضر بالمؤمين فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذل حاجة مثل هؤلاء الموظفين وذل حاجة وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما اشتكى رجل له ما يصنع معاذ بن جبل من إطالة الصلاة غضب عليه غضبا شديدا حتى قال الراوي حينما حكى غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لم أره غضبا غضبا مثل موعظته لمعاذ حينما قال له أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ ولذلك يجب على هذا الإمام أن يتق الله عز وجل وأن يخفف في الصلاة تخفيفا لا يخل بالصلاة وإنما يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص واختدي بأضعفهم فالواجب على الإمام أن ينظر إلى من خلفه وأن أيضا يقدر حاجات الناس وأحوال الناس مثل قضية الموظفين وقد قالت عائشة من الناس من يبغض العبادة إلى الناس قال وكيف ذلك قالت يقوم يصلي فيطيل يقوم يصلي فيطيل وكان عمر يزجر وينهى الأئمة عن طالة الصنة فالواجب على الإمام أن يتق الله وأن يخاف الله بالنسبة بالنسبة للإخوة الذين يصلون قبل الإقامة هذا أيضا خطأ لأن هذا فيه شق للعصى وتفريق للجماعة وإضعاف لهذا المقصد الشرعي من إقامة صلاة الجماعة وهم الآن أنصحهم بهذه الخطوات الخطوة الأولى أن يجتمعوا يجتمع عقلاؤهم ويجتمعون مع الإمام يشكرونه على حرصه على السنة وعلى القراءة ولكن يطلبون منه التخفيف ويقولون له نحن نصلي حتى ندرك وظائفنا ويذكرون له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني إذا أصر الإمام على مسألة الإطالة ويشعرون بضرر ما في داعي إنهم يأتون إلى المسجد ويقيمون جماعة يسبقون فيها الإمام لأن هذا مصادم لمقصود الشرع وإنما يصلون في مسجد آخر يعني على الطريق مثلا أو يتفقون ويجتمعون على أن يصلوا في بيت أحدهم مثلا إذا كانوا مثلا يعرفون بعضهم ويبقى مسألة إذا الإمام أصر وشعروا بأنه إصرار عناد يرفعون أمره إلى الجهة المختصة التي ترعى المساجد وتراقب المساجد وهي مسؤولة عن هذا الإمام ويذكرون له بأن الإمام بالمصلي أما أن يصلوا قبل الإمام وقبل الإقامة لا هذا خطأ هذا فيه تفريق للجماعة وهدم لمقصد من مقاصد الشريعة ساك الله خير فانسيخ وأحسن الله إليكم لنعود لرسالة نصية القصيرة يقول إذا كنت أنا الإمام ويقول أصلي بمن خلفي يقول فيه البر فيقول هل أرفع صوتي في القراءة الحمد لله نعم الإمام إذا صلى الصلاة الجهرية يرفع بالقدر الذي يسمع من خلفه يسمعون قراءته هذا والمشروع نعم ساك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا هنا تقول لنا أو ياسر يقول لنا زوجتي ترفض العودة إلى المنزل لأنها لا تتوافق مع أمي وأهلي ورافض رفضا شديدا العودة وأهلي لم يضروها بشيء أبدا فأريد أن نصيح من الشيخ الحمد لله النصيح لها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن يعني تحرص على يعني توثيق الصلة بأهل زوجها وبوالدة زوجها وستمر عليها أيام تحتاج فيها من زوجة ابنها إذا كبر وتزوج أن يكون أن يكون معا فإذا أصرت وشعر الزوج بأن هذا سيرتب خلاف ربما كسر للبيت فأنا أنصحه بأن يستأجر لها بيتا ويبتعد عن قضية المشاكل إذا شعر بأنها متمسكة ومسرعة على مثل هذا الأمر برك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان لأنزل نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن يتواصلكم معنا ألتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي من الأخراج ميثة العلي تقبلوا تحيات محدثكم السحاق للطيف السلام عليكم ورحمة الله